السلام عليكم الشاباب مرحبا بكم في هذا اللي نووي الفيديو هادي اللي غادي نشوفوا فيها ما بين اصعب اللي ممكن نواجههم في السيركوي الالكتريك وفي الحقيقة اللي هي مصعباش لكن سنكن مترزي لكونترول ديالي خصنين ديرهم على اي كابتور. دونك في هذا الفيديو هادي كتبي اللي الاهمية ديال اي كنترول اللي خصنين دير داكور يعني قاع لكونترول مهمين داكور يعني وهاد الحالة هادي ممكن نطبقها على ليسيره كوي دياللي كابتور كاملين لي ممكن انا نتتحدثوا معهم دونك حنا وعد charts going toации اه هاد الفيديو غاديتا كونتكم الكنترول الثالث نعبره الاسيستانس في الموزج فهنا نعبره الاسيستانس و نضرفها الوعدة مع سطحة الموزج الكنترول الثالث نعبره السينال نخرج ذلك الموزج والاسترال باسترال النقاط مع السينال السينال ايستيات以前 الموزج هذا الريجين الموتور يوجد طريق ذلك إلى النقصة التي تعطينا على البيلميزي سيلوندر سيكتب والركوب الرابع هو الركوب الكابلاج من خلال نضر الركوب الكابلاج ؟ الخليطة ، سنقوم بفعل الركوب الالكتب الخليطة، يكون فيه لا يقص مع بعض المrastع هو أول مالك الركوب الثاني هو الركوب الالكاونتينيتي هي في الإلكتب يعني سننقوم بفعل هذا الالكتب من هنا إلى أن تظهر من الخليط والخليط بمحاديته والكنترول الثالث هو المغاخ الذي يبطيل على الص don permits الكنTERL الرابع هو المغاخ ذل مغى 以ut Dé methion à código وأمان المترجم بال material أجل卡 de pan doctor كلهم ب 4 척 يعني هذا الاشيارة المهم أجل Sticker نهلم ، أصبح مريزا باستخدام الصد efion في دياغنوستيك يعني ما غادش نكون درس الدياغنوستيك مزيان نبدأ على بركتي الله كما كتلاحظوا معي هنا يعطوني في الاستعمال ان ننخدم غير الملتيمتر دونك ما عطونيش نخدم لسيلوسكوب يعني ما عندش الحق نخدمه ما عطونيش لبواتي ابوغني يعني فين نعبر هنا في الكونيكتور ديال الكالكيلاتور يعني هنا بغاوي لحطوني في واحد الحالة لخصني انني نعرف ندير الكنترول ديال ديال الكابلاج مزيان داكور هنا قد نأخذه أول حاجة نشاهده الريكلاماتين ديال الكليون يعني لابان ونضر الكنفرماشين ديال ادوك كما كتلاحظو ديماري الفييكيل غادي نديمار الفييكيل كما كتلاحظو هافوا نبرانشي الكابتر إذا شتوا الكابتور ما كانش مبرانشي مبغاش يدمار الفييكيل دونك هذه هي يلي قلنا أننا ما عندنا استراتيجي ديال الموضي قراضي يعني إلا كانت السين يلا ما يوصلش الكالكيلاتور يعني التاموبيل عمر هما الديماري ولاني هاد الشيء ما يعنيش ديما هاده هما ليسا بطمب ديال هاد الكابتور ريجيم موتور رافو بعض الاحيان كما كتلاحظوا في هاد المثال هذا ان الطموبيل غادي يديماري الريجيم غادي يكون عندي طلعوا التيموان ديال تشيك شهله دكور دونك هنا يا عندي عندي مشكل انا ما عرفتش المشكل خسني تندير الدياغنوستيك وانما راكلك فوال كابتور ديال ريجيم موتور السينية لكي وصل الكالكيولاتور وانما كيكونوا فيه ديب بارازيت يا اما غادي تكون عندي اغمونت في الريجيم ديال الريجيم ديال الموتور وما يبغيش بديك سيري ما تكونش عندي لكسي لراسيان وعليش حسيني لما كيوصلش مزيان او اللي قد الموتور يديماري ونبقى غادي وتكون عندي انمونك دوب بويسانس يعني را ماشي ديما الكابتور ديال ريجيم موتور كي قطع لي غير ديمارة جراء يقدي دير ليه بعد الدفوات بحل بحلاكة دونك غادي ندوز نقرر للكتير ديال ديفو اول حاجة غادي نأدونتي في الفيكيل دونك هاد الشيرع مهم بزاف حسار اللي كنترول هادو وما باش كتقدت حل الشي مرات بعد المواقف اللي كتح فيهم وكيكونوا صعب دونك ما كتلاحظو هنا اعتطني انتغيبا ستنسيون دي سيركوي كابتور دوب بوزيسيون دفو البروكا يعني عندي مشكل في الكابتور ريجيم موتور وباش نتأكد مزيان علاش دونك خسني انا مشي نقرأ لالكسير ديال ليه فالور غيال ارها موهما هاد لالكسير ديال ليه فالور غيال راكي اللي كيس حبليه في الديقنصيك انه اقف قوعه على excel لادricsير ديال ليه فالور غيال مموارت الياب يعزون لعل ج vetوه الخبب تعوف مثل على الزيال في فالور غيال وحاول انك ت هدا الي اخط reconocanting هاد يا نايفلي طوال انتغيال لشنون غنيت 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 غنيتغي blownأ awhile بفضل جاءة등 يهوهما همذا اخطر بإنكما هنا نختار بيجم موتور يع reality change mode كما تلاحظو في ال honestly car أنني عندي 1166 و 67 سيقوم بقصد الريجيم موتور يعني عندي هنا مشكل في الريجيم موتور يعني نعرفه يكون عندنا ما بين 750 إلى 900 على حساب كل الكنستريكتور وكما تلاحظوا أنه في الريجيم الرالونتي الريجيم طلعه يقصد يمكن نعرف أنني عندي مشكل في الريجيم موتور يرجعنا لهذه المشكلة التي قمنا بها يجب أن نعرفهم كاملين يجب أن نعرف من بدائيا لذلك لدينا الملتيمتر يعني نعمل الملتيمتر أول شيء سوف نبدأ بها هو الكنترول الفيزيلي بطبيعة الحال سوف نقلب بلطة الكنيكتور ثاني شيء سوف ندوز لها الكنترول الريزيستانس سوف نضع في الفيديو الذي سأخذنا لدوني تكنيك وعرفنا أن الفالور الريزيستانس هي ميتين أوم سوف نقرد الكاليبر أوم متر ونعبر الريزيستانس سوف نقرد الكاليبر مهم لطليل الملتيمتر حينما تتحسن استخدامه كما تراحبون لدينا الحارات على فرأة 2.5 لذلك يقرد الكاليوم يعني حددك سحرة إلى 1.1 فا سوف نعطني 100 أوم لذلك الريزيستانس ايما تكون ميتين أوم الزلمين يوضع المضيفينiot etc سيخصني البواتي ابوغنية دكار يعني هنا أنا لم أحدي البواتي ابوغنية أنا بريد أن نقوم بقالية شو أنه ما القطرول�� بقاليه بقاليا القطرول ليل الازم مضيفين والازم مضيفيني واضي الزلمينوض والازم مضيفيني في الالكتريك الخاصة دونك هايما الكنترول الليل بقاليه الزلمينص نقوم بروزستانس حتى هو دكار يعني هذا و ال بعض الهدف نمط التباية getting the link kebeder مع التشجيه الذي يركب في الكالكيلاتور مستحيل سنقوم بتنقوم بتزلو مؤنتر يعني سنقوم بتعليف الخيط لا يكون يقسم مع هذه الخيط سنضخي الخيط هاته هنا الرجل و هناك خيط سنقوم بتعليف الخيط من بأن الخيطة لا يتقسم يعني سنقوم بتقسم مع بعضياتهم مع بعضياتهم سنقوم بتحقيق ترجمة للحصول على المساعدة بالنسبة للحصول على المساعدة نحضره سواء مع المساعدة للحصول على المساعدة أو لما من الباتري إذا نطفق بإمكانك بلاسة سوف يبدأ بنصد قطع استسمح واحد اطلال سنعود لهذا المساعدة بالحصول على المساعدة سن انضع الكاردون هنا بالنسبة لهذا الخط وسنضعه في المساعدة نتعامل القلم فيني داكور بهذا الشكل كده ملك القلن فيني كنعرف ان هاد الخيط هادره ما كيقش معلا مرسي يعني را ما كيقش ليف الكاروسري اكسيتير صافي يعني في البلوكسيلان دروف الكيلاص ولا البلاسافين دايز الكابلاج كنعرفو راهم زيان غادي ندوز اللوتخ في الالكتريك نبدل دبرا قلبت الخيط الليموني غادي نقلب الخضر لاحظوا من اللي بدلت الخضر من اللي بدلت الخيط الخضر ما عطاني شلن فيني اعطاني واحد لفالور ما بين صفر وواحد هي ذلك الفالور اللي كنا نقلبه من اللي كنا نعبروها كنتينوية يعني كنبغون نشوفو شي خيط واش كي وصل يعني هنا كنفهم ان هاد الخيط هاد راهم معرفش بلاساو كيقسم على الكاروسري في لاباس فش بلاساو هنك هنكين عندي مشكل يعني هاد الخيط الخضر هاد خصني خصني بدلو غادي نرجعان الشش ماد كابلاج ديالي غادي بطبيعة الحال حيث هي فيها فش كنبدلوا الكابلاج غادي نمشي هنك هنا الى عقلتور هاد هاد هو هاد هو هاد الكابتور انديكتيف عد اول في الاكتريك ثانا نقدر لقيم وايضا نبدلوا كما تلاحظون وليت عندي فالور اللي آنفيني بينزلين عندي مشكل في الخيط كان سويس لي في الكاروسري هذا الان بالحصول على ان نحن نفتارده واحد السييد جاء وكيعرف على عبر الريزيستنس كابتور غادي عبر الريزيستنس كابتور هنا سيقعها مزيانه غادي يمشي لجهة الكالكيلاتور بحدي العبر الريزيستنس كابتور عبر من هنا إلى هنا سيجدها مزيدة سيأتي عبر لكونتينياتي الخضر أو تاني من هنا إلى هنا سيجدها مزيدة لذلك هنا ما سيقول هو الخيوطة لديه واصلين كلهم والكابتور مزيدة وكان عبر الريزيستنس الذي وصله لكابتور كل شيء مزيدة يعني ما سيبقى له هنا؟ سيقول هو وراء عنده يفوف الكالكيلاتور لماذا؟ لن يدرس هذا الكنترول الذي يضرمه على مص وراء الخيوطة يوصله كل شيء مزيدة وإنما رأى واحد الخيط وصير كوي أفيك لاماس يعني واحد له في الالكتريك كان عندنا أنكرو سير كوي على مص يعني هنا كتبال الأهمية لهذا الكنترول الذي يظلمه على مص ويعني راه ضروري خصوصها تكون عندكم قائدة ومبدأ ديلكم في التشخص ديال الدياغنوستيك وكتسهل عليك كتعرف حتى انت ذاك الخيطة ستتبعه في الكابلاج لكي تبدله كامل يعني رأى كتشتولها ميطة ودراها سهلة ونتمنى أنني كنت توفق باش وصلت لكم الفكرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة